اعلن وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو استراتيجية جديدة للتعامل مع طهران خلال المرحلة القادمة واكدا ان الولايات المتحدة ستعمل مع حلفائها لوضع حد للممارسات الايرانية المرفوضة ومحاولاتها امتلاك اسلحة نووية لتهديد امن المنطقة انهيار المشروع الايراني الكبير في منطقة الشرق الاوسط في مهده هذا ما اكده المحللون بعد اعلان الاستراتيجية الامريكية الجديدة تجاه ايران وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو اكد خلال اعلانه الاستراتيجية ان واشنطن انسحبت من الاتفاق النووي مع ايران بسبب الاخطاء التي شابته منبها الى ان طهران خدعت العالم بالاتفاق هذه الاستراتيجية التي ترقبها العالم اكدت على الخلل الجسيم في الاتفاق النووي والذي كان يتيح حصول ايران على اسلحة نووية بعد عام الفين وخمسة وعشرين وهو ما قال عنه بومبيو انه سيفضي الى تنافس محموم على التسليح الاطراف الدولية التي دعت الى الاتفاق زعمت ان توقيعه سيجعل منطقة الشرق الاوسط اكثر استقرارا لكن شيئا من ذلك لم يحصل بحسب ما قال وزير الخارجية الامريكي اذ اكد ان الاتفاق شكل ضوءا اخضر للنظام الايراني لاستمرار في سياساته العبثية واستغلال الاموال المفرجة بموجب الاتفاق لتأجيج الاوضاع في منطقة الشرق الاوسط لم يغفل بومبيو في استراتيجيته الجديدة عن الدعم المستمر الذي قدمته ايران بميليشياتها المنتشرة في الشرق الاوسط وعلى رأسها ما يسمى بحزب الله الارهابي وتدخلها في الازمة السورية مما ادى الى نزوح ولجوء الملايين من السوريين واكد بومبيو ان ايران لن تكون ابدا بعد الان مطلقة اليد للهيمنة على الشرق الاوسط واعدا بملاحقة العملاء الايرانيين واتباعهم في حزب الله الارهابي في كل انحاء ايران تواجه اليوم اقسى عقوبات في التاريخ في حال قررت الاستمرار في سياساتها الهدامة في المنطقة خصوصا في ظل امتعاض شعبي من الفساد ونظام لا يكف عن تقديم ملايين الدولارات للميليشيات الارهابية والكرة تبقى في ملعبهم اما تطبيق اثني عشر شرطا حازما او عداء مستمر يضيق الخناق على مفاصل النظام في طهران امتعاض ترجمة نانسي قنقر